نشوفها حتى تدي أمل وتفاؤل هنا مثلا دي مش زراعة شعر يعني هنا دي حالة كان عندها تساقط ويهيأ لنا ان دي فراغات لما نيجي نكشف عليها من قرب نلاقي ان في بصيلات موجودة ولكن عشان البصيلة ضعيفة البصيلة ضعيفة وسمك الشعر ضعيف فهنا بالميزو ثيرابي والبي ار بي قدرنا نحصل على الكسافة الكويسة جدا تمام برضو نفس الكلام هنا برضو يهيأ لنا ان دي فراغات عشان كده فيه كتير قوي من البنات والسيدات بيجيلي تقول لي انا عايز ازرع شعر اللي حالة زي كده دي ما ينفعلهاش زرع شعر زرع شعر في السيدات بيبقى في الجبهة اللي هي راجعة الوراء اللي هي لما الجبهة تزيد تزاد حجمها بالضبط كده هنا بقى ده زرع شعر هنا فيه بالفعل فراغات باين قوي ان ده صلع موجود منطقة فضية لما خدنا البصيلات هنا نتيجة هنا نتكلم في حوالي اسبوعين بعد العملية الدنيا متغطية تماما ورسمة الجبهة رسمة طبيعية كان زمان دكتور وقيل كان يبان الفتحات فعلا انا مش شايف هنا بدلا بعد ازبوعين ما فيش اي فتحات كان زمان بناخد بنش من الشعر فيبان عاملة الشعر عامل زي العروسة كده بالضبط بالضبط بيبقى فعلا فتحات كبيرة شوية ملفتة جدا وبين ان هي مش شايف اي حاجة بالضبط نفس الكلام ده بتتكلم على تاني يوم من الزراعة هنا بتتكلم على تلات شهور مثلا من العملية بدأ الشعر ينمو يبدأ فيه غزارة وتقل وده النتيجة اللي احنا عايزين نوصل لها دايما من زراعة الشعر عشان كده دايما احنا بعد العملية بنقول هنا مثلا بعد سنة خلاص الشعر بقى طول وبدأ يتقل والدنيا اختلفت تماما دايما بنقول ان النتيجة بتبان من 3 ل 6 شهور يبدأ الشعر ينمو يبدأ الشعر ينمو من 3 ل 6 شهور بالضبط ياخد حجمه الطبيعي بعد 6 شهور تالي لان في الاول بيبقى نمو الشعر ضعيف البصيلة لسه في مكان جديد لسه بتحاول الصورة دي رائعة دكتور اه هنا نفسه بالزبط هنا مثلا الحالة دي احتاج مرحلتين على فكرة عمل مرحلة وبعدها ب6 شهور عمل مرحلة تانية فالتكسيف هنا كان كويس جدا فادوا ان الفراغ مش باين ارضية الشعر مش باينة